وليلي يا سابي كان عندنا حنين اعتقد ان انت شفتها اه وسألتها برجها ايه اه جوزاء مرسي ايه ايو كل العبار اه الجوزاء الراجل وسادت على فكرة اه اسكية جدا جوزاء والطور اه الميزان العقرب الاسد يعني فعلا فيه ابراج اه طبعا بيبقى عندهم قدرة على التغلب على اي ظروف وحشة مر بيهم اه اه اي نعم مش الشهر كله بس خلينا نقول اه الجوزاء مثلا اللي هو من يوم واحد ليوم عشر اه اللي هو البرج ذات نفسه اه احنا فلاتنا انا وحنين اه انا تمانية وهي تسعة وهي تسعة اه على الحروق رجع لا بس جوزاء ملاحش علاقة بقى اه ملاحش علاقة يوم واحد يوم عشر يوم تمانية يوم تسعة اه انتوا جوزاء اسكية راجل وست الله يخليك سابينا والطور نفس الحكاية راجل وست معاعتقد ان الطور واخد من الجوزاء ورائبين من بعض بس خلينا نقول ان انتو بتحبوا التغيير او مش يعني انتو بتحبوا كل فترة تغيروا منحبش الروتين اه التور حافظ فيه رولز ما بيحتي على اه يعني فيه عنده مثلا عشر حاجات بيلعب فيه اه ممكن يعرف حاجة على حداشر بس لازم يدرسها لكن انتو عندكم ممكن تخطروا تجربوا اللي هو الدنيا مش هتوقف على حاجة عندكم يعني ده صعي طيب انا عايز اسأل على بورج اللي هو 18 ستة 18 ستة ده اخر الجوزاء وهياخد من السرطان شوية ده واحد ولا واحدة واحدة بص هي تعتبر جريئة شوية عشان راحة عند السرطان اوكي اه جريئة شوية بس هي الفترة دي مش مش في الموت خالص عكس الجوزاء اللي هو من واحد لعشر من واحد ستة لعشر ستة بس عشان رايحة ناحية السرطان شوية فهتلاقيها مدها مش لطيف الفترة دي خالص تحس انها مت لغبطة مش وقفة على ارض صلبة اه محتارة اه مدها وحش قفلة قوي مش ايام هالفترة دي تحس انها مت لغبطة مش وقفة على ارض سرطان شوية